خلينا نروح لزمنا فاروق صلاح نعرف تفاصيل أكتر عن عودة النادي الأهلي للتدريب النهاردة والسعدادات واللي مطش السينبا التنزيني فاروق مساء الخير وأهلا بك معنا في السادسة مساء الخير للزميل العزيز أحمد سبير مساء الخير للزميل العزيزة صار محسن وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل زميل العزيز تم نقل مباراة الأهلي من ملعب وستاد القاهرة واللي كان من المقرر قامتها يوم الجمعة القادم في تمام الساعة السادسة إلى استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة التسعة على أهمش المران بقى خليني نتكلم في المران سريعا النهاردة كان حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان حريص النهاردة يكون موجود مع الفريق يعني بعد العودة من الرحة السلبية اللي حصل عليها الفريق بالأمس واستأنف المران استعدادا لمواجهة فريق سيمبا كابتن محمود الخطيب دايما موجود في المعاد بيد الدفع للعبين في كل لقواته في كل الظروف قبل انطلاق المران كان فيه محاضرة فنية لمستر بيتسو موسيماني مع اللعبين حملت شقين الشق النفسي وهو تجهيز اللعبين للفترة القادمة في ظل تلاحهم وضغط التحديات اللي بيواجهها الفريق في الفترة القادمة سواء لقاء سيمبا التنزاني وان المباراة يعني مستر بيتسو موسيماني كان بيكلم مع اللعبين ان يوصل اللعبين للمباراة الآن نادر أهلي حسم الصعود برفقة فريق سيمبا والمباراة مش هتأثر سواء في الترتيب سواء بالنسبة لسيمبا أو نادر أهلي ولكن مستر بيتسو موسيماني كلم مع اللعبين على ضرورة يعني تعويض مباراة المباراة الأولى اللي احنا خسرنا فيها في تنزانيا حفز اللعبين على ضرورة تحقيق الانتصار أيضا عندنا مرحلة وعندنا تحديات لقاء النصر في كأس مصر ولقاء الزمالك ثم الشق الفني ومستر بيتسو موسيماني كان بيكلم مع اللعبين على بعض الأخطاء للفريق وقع فيها في لقاء المريخ يعني لاطة الهدفين وركلة الجزاء اللي تم احتسبها وإهضارها فريق المريخ السوداني أيضا مع بعض الأمور اللي مستر بيتسو موسيماني يتكلم عليها مع اللعبين شجع طبعا هو حيا اللعبين على النموة بلعبه الآخر دي وقال دي طبعا سيمة النادرالي وسيمة الفريق اللي بدور على بطولة هنقفل صفحة المريخ السوداني عندنا مباراة سيمبا عندنا تحدات كتيرة اللعيبة تلعت من المحاضرة خلاص بروح تانية باستعداد تاني بحالة فنية تانية بدأ الانطلق المران كان في تمام الساعة الرابعة والنصف مستر كابيلو مخطط الأحمال اشتغل مع اللعبين على الشق البدني الأكثر من 25 ندية ثم مستر ربيتس موسيماني بعض الجمل أو الوحدات التدريبية اشتغل فيها مع اللعبين سواء المربعات أو بعض اللعبة من وانتوتش أو من لامسة واحدة واللعبة تحت ضغط يعني الأمور اللي هو بيشتغل عليها مع اللعبين ثم اشتغل قسم المجموعة الفريق كله الفرقتين بتأسيمة ما بين فرقين شهدت تقلق مجموعة من اللعبين سواء نصر ماهر أو وليد سليمان أو محمد شريف أنا موجود معاكم لو في أي استفسار أو أي تساوي بشكرك جدا فاروق صلاح طبعا لكل معلومات دي ودايما زي ما بقولك بتخلينا في الحدث وأكيد بنتمنى نحن نشوف النادي الأهلي بشكل مختلف تماما في مباراة سيمبا ترجمة نانسي قنقر